ينضم إلينا في الستوديو الدكتور رياضة نعسان أغا وزير الإعلام السوري السابق والمتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية أهلا بك دكتور رياضة أهلا بك يعني بداية تم تحديد الموعد والإصرار على هذا الموعد التاسع من مارس للذهاب إلى جناف ومحادثات السلام وجولة جديدة أنتم الآن لم تحددوا موقفكم في ظل هذه الأوضاع الراهنة ما هو الخيار الذي تدرسونه الآن يعني نحن من البداية تعاملنا بإيجابية كبيرة مع المفاوضات وكما تعلمون لم نكن نطالب بأي شرط ولم نضع ما يمكن أن يسمى الشروط المسبقة وإنما طالبنا بتنفيذ قرار مجلس الأمم وأقرر لنا المجتمع الدولي كله بحقنا في أن نتحقق من تنفيذ هذا القرار قبل الذهاب حتى أن سيد دمستور حين علق المفاوضات قال هذا حقكم وبالتالي المطلوب هو أمر طبيعي وعادي والمفارقة أن روسيا ساهمت بوضع هذا القرار روسيا شريك في إنجاز القرار 2254 وهي التي وقعت عليه بأن يكون هناك فك للحصار إطلاق لسراح المعتقلين وأن يكون هناك وصولا للمساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة الآن هناك مليون ونصف إنسان يعانون من الجوع وبالتالي هناك أيضا في المادة 14 البندة 14 تهيئة المناخات لعودة النازحين والمهجرين هذا لم يأتي أحد عليه وأيضا كنا إيجابيين عندما اتفق الروس والأمريكان على الهدنة ولكن الذي نراه أمر عجيب يعني حتى الأوروبيون أنفسهم يقولون إنها هدنة أشعة وكما لاحظت أنت في التقرير الذي قدمك قبل قليل وهذا جزء يسير من الحقيقة يعني أولا عندما نقول إن هناك 145 ضحية لا هناك أكثر بكثير وحتى المرصد الذي قال أكثر من 500 هناك أكثر بكثير الآن وأنا في الطريق إليك كانت الأنباء تأتي أو تتوالى حول اقتحام النظام لدارية وقبل أيام يعني ولم يأتي التقرير على ذكره كان هناك في منطقة أسمى حر بنفسه يعني شهدت أعمال قتالية مريعة جدا والصواريخ والقصف لم يتوقف قط على محافظة إدلب ولم يتوقف على مناطق حمص وحماء وعلى ريف دمشق البارحة قصف مرعب أيضا لدومة اقتفال يومي وبالتالي هذا يعني يوحي بأن الهدنة شكلية أكثر من أنها ذات مضمون حقيقي مع ذلك نحن قلنا مع ذلك لم نقل بأننا سننسحب من الهدنة أو بأننا سنلغي هذا الالتزام الدولي قلنا سنبقى مع المجتمع الدولي وبما أن المجتمع الدولي يعرف من الذي يخرق النظام فقد بدأوا بالضغط على روسيا ولكن يبدو أن روسيا عاجزة أمام النظام يعني أنا أستغرب أن الروس هم الذين وقعوا الاتفاق هم الذين أخروا الهدنة إذن دكتور رياض هدنة شكلية كما وصفت وعدم تنفيذ للبنود الأساسية والمتعلقة بالجانب الإنسانية في القرار 2254 نعم يعني هناك تطبيق بسيط جدا المساعدات الإنسان يعني ست مناطق من أصل 18 هي التي وصلها والعدد بسيط جدا ويعني لعل من المفارقات أن يصف كيري النظام بأنه يسرق المعونات يعني سمعتهم الوزير الأمريكي عندما قال أن النظام يسرق المعونات من المواطنين المحتاجين ويأخذها إلى مناطقه وبالتالي حجم المعونات الواصل إلى الناس بسيط جدا لا يفي بالغرض وهذا ما قاله ديمستورا أيضا طيب أيام قليلة تفصل عن هذه الجولة الجديدة من محدثات السلام ما هي الإجراءات التي تطالبون بها الآن كإجراءات لبناء الثقة والذهاب إلى طولة المفاوضات يعني مثلا هناك أمور لا تحتاج إلى أكثر من قرار يوقع مثلا إطلاق سراح المعتقلين ما الذي يحتاج إليه هذا القرار يكفي أن يزر الرئيس قرارا بإطلاق سراح المعتقلين لديه أليس هذا الشرط من شروط المفاوضات؟ هذا الشرط لم نضعه نحن فقط يعني نحن طبعا نطالب على الدوام بإطلاق سراح المعتقلين ولكن قرار مجلس الأمن نص عليه بوضوح ولكن هذا لم يتحقق طيب وزير الخارجية السعودي شرح بأن على بشار الأسد أن يرحل في بداية المرحلة الانتقالية وليس نهايتها ولكنه قال تعبير آخر تعليقا على ذهبكم أنتم كمعارضة إلى المفاوضات بأنكم لا تريدون أن تذهبوا بأيد فارغة ماذا تعني الأيد الفارغة الآن؟ هي التنفيذ الجيد لقرار مجلس الأمن يعني طبعا نحن قلنا أكثر من مرة بأننا لن نذهب إلى جنيف لكي نطالب بتعليق المفاوضات لم يزل بعد السبب الذي من أجله أوقف السيد ديمستورة مفاوضات جنيف قبل أن تبدأ فما الذي سنفعله هناك؟ ولكن البعض على جانب الآخر يرى أن الهدنة إلى حد ما كانت جيدة كانت خرقات ولكن إلى حد ما أسبوع لم تحدث الخرقات الكثيرة التي تمنعكم من الذهاب إلى المحادثات نحن لم نتحدث الآن عن أن عدم تنفيذ الهدنة هو سبب التردد في الذهاب لم نقل ذلك نحن ذهبنا من قبل أن تكون هناك هدنة في الجولة الأولى التي لم تكتمل نحن نقول أن المجتمع الدولي لم يستفد جيدا من هذه الهدنة التي وضعت أساسا لتنفيذ قرار مجلس الأمن يعني أن تكون فرصة جيدة لكي يتم فيها فق الحصار وإطلاق صراح المعتقلين وإيصال المساعدات وتهيئة مناخ ناجح لإقامة الفاوضات وهل يمكن القول بأن ديمستورة أصر على هذا الموعد حتى يعني يمشي المصاران معا الهدنة إلى جانب المباحثات السياسية يعني أنا اليوم قرأت تصريحات ديمستورة والبارحة قرأتها أيضا الحقيقة أن ديمستورة يريد أن يهون الأمر يريد أن يقول أنه يعني كما ذكره أنه خاضى 19 قضية دولية فيها صراعات وإن هذه الهدنة بالقياس إلى سواها من الهدنة والسيما تلك التي كانت تحدث أثناء الحرب الاهلية اللبنانية بأنها ناجحة لأن عدد الخروقات قليل ولكن عندما تقولون أنتم الآن في تقاريركم مثلا براميل في خان الشيح هذا ليس خرقا عاديا يعني الذي يمكن احتماله هو خرق بالرشاشات أما الخرق بالصواريخ الخرق بالسوخوي اليومي ضد المناطق التي وقعت أنا لا أتحدث عن المناطق التي لم توقع المناطق التي وقعت على الاتفاقية وعندما نتحدث عن راجمات الصواريخ عندما نتحدث عن البراميل فهذا الخرق ليس عاديا يعني يمكن احتمال وقوع خروقات في بعض المناطق بالرشاشات بالبنادق بتجاوزات بسيطة أما الذي يحدث الآن في هذه اللحظة في دارية هذا ليس خرقا عاديا هذا تصميم إصرار وأيضا تعلمون بأن الاتفاقية تحدثت عن عدم التقدم إلى أراضي جديدة يعني عدم احتلال أراضي جديدة هنا الإصرار على هذا الموعد هل هو وسيلة للضغط عليكم كمعارضة بعد أن حقق يعني الروس بمساعدة يعني ساعدوا النظام على استعادة بعض الأراضي على تغيير الوضع على الأرض لتقديم تنازلات من قبلكم يعني هو ضغط بالتأكيد ولكن ضغط غير مجد لأن الضغوطات أخذت أكثر من شكل يعني مثلا فيما قرأت أيضا أن السيد ديمستورا يريد أن يدعو شخصيات عديدة سورية يعني حتى قال أنه سيده من الحكومة وسيده من المجلس المدني والمجتمع المدني ومن معارضات لا نعرف من أين جاءت هذا كله نوع من الضغط ولعله يحمي الرسالة ضمنية بأنه إن لم تكونوا أنتم فهناك غيركم نحن بيوسعنا ببساطة أن نرد على مثل هذا الضغط بنقول إذا كان هذا ممكن أن تأتي بمعارضات تسمونها أنتم معارضة فحلوها إذن ثم إذا نجحتم أبلغونا ولكن دائما أنتم وحتى الآن نعم هذا ما أقوله يعني ما نفعل ذلك كله لماذا هذه المسرحية التي تتسع وتكبر حتى إن هناك أمرا وجدته في تصريحات ديمستورا واستغربته ديمستورا قدم البارحة شرحا للقرار 2254 قال إنه يتضمن ثلاثة أمور الأمر الأول هو حكومة جديدة حكومة والذي يتضمنه القرار هو ليس حكومة هكذا تطلق هكذا ويعرف هذا سيد ديمستورا جيدا هناك هيئة حكم انتقالي وإذا أزيحت كلمة الانتقال من القرار فقد سقط القرار أما أنها حكومة طبعا سيجد معارضين يأتون يحلمون أن يصير أحدهم وزيرا في حكومة موسعة ويقول قضي الأمر الأمر ليس ذلك هذه أهم إشكالية يعني حتى منذ المحدثات الماضية جناف ثلاثة كانت هذه الإشكالية ما الذي ستناقشونه كمستقبل سياسي لسوريا هذه المرة ألا يوجد أجندة معينة واضحة ترضيكم أنتم كهيئة عليا للمفاوضات وطلبتم بها في السابق؟ نحن يعرف سيد ديمستورا ويعرف الرعاة الدوليون اللي هنه 17 دولة ونقل منهم 16 بما أن إيران متعفضة يعرفون جيدا ما كتبوا هم أنفسهم هم قالوا حكم انتقالي هيئة حكم انتقالي ومفهوم الانتقال لا يحتاج إلى شرح انتقال من دولة أمنية استبدادية ديكتاتورية إلى دولة ديمقراطية وليس الأمر موضوع حكومة يذهب فيها وزير أو يأتي وزير هذا الأمر ليس هو المطلوب وعندما نقول انتقال فقد انتهى عهد ليبدأ عهد آخر انتهت حقبة من تاريخ سوريا لتبدأ حقبة جديدة أما الحكومة الموسعة فهي ترسيق لما هو قائم عبارة عن تغيير أشكال كما كان واضحا في الفترة الماضية كان هناك إصرار على رحيل بشار الأسد حتى من قبل الأمريكين ولكن الآن نجد تراجعا حتى انتم موجهتم اتهام للأمريكين بالتنازل للروس في هذه المسألة العائق الأكبر بشار الأسد يعني هم الروس أكثر هو أكثر من دولة حتى أوروبية بدأت تقبل وجود بشار الأسد في الفترة المقبلة لا أنا أعتقد بأن الأمريكان قالوا بأنهم يريدون سوريا بلا بشار أكثر مما قالته المعارضة على الأقل الذي كان يقول هو رئيس أعظم دولة في العالم الأوروبيون في بيانهم المؤخر أصروا على أن الأسد لا يوجد الأسد دور في المستقبل ولعلكم تابعتم التصريحات من السفير حتى من الرئيس الفرنسي ومن وزير الخارجية البريطاني ووزير الخارجية الألماني الجميع يدركون بأنه ما لم يرحل الأسد فلا جدوى هذا كله علاج سطحي القضية الأساسية هي في تحقيق الانتقال إن لم يتحقق الانتقال فنحن نراوح في المكان ومن الواضح بأن الأمريكان لم يسلموا هذه الجزئية ولكن هم يريدون أن لا يتوتروا في علاقاتهم مع روسيا وروسيا كما نرى لا تستقر على حال يعني أنا مثلا لاحظ خلال الأسبوع اللي فات أن هناك نوعا ما من المراجعة في الموقف الروسي ثم سرعان ما لاحظت بأنها مراجعة متلكية مثلا عندما أعلن الأسد عن انتخابات برلمانية في آذار الراهن سمعت المتحدثة الروسية تقول إن هذا يخالف القرار 2254 وإن موعد الانتخابات البرلمانية سيأتي لاحقا بعد المفاوضات وهذا منص عليه القرار لكن التصريحات المؤخرة يعني البارحة بدأت تتحدث عن هذه الانتخابات وكأنها جزء من العملية والأغرب أن أسمع كلاما من ديمستورا يقول إن هذه الانتخابات ستناقش في جنيف وما شأننا بها كي نناقشها في جنيف أنا أستغرب أن يقول سيد ديمستورا ذلك وأريد أن يسمعني الآن ليعرف بأن مثل هذه التصريحات التي لا تذكر الانتقال والتي تقول بأن هذا يمكن طرحه في جنيف مسألة الانتخابات الراهنة هذا سيعطل موقفنا أو بالأحرى سيجعلنا نتردد في قبول الذهاب وسنفقد ثقتنا بالمسار الذي رسمه نحن أمام موضوع أساسي ولن نناقش سواه هو هيئة حكم انتقالية وفي المرة الأولى يعرف الجميع بأنهم أرادون أن ندخل الانتخابات لنناقش قضية جانبية اسمها فق الحصار عن مضايا نحن لن نذهب إلى جنيف من أجل شاحنة أغذية تدخل إلى قرية أو إلى مدينة هذا أمر إنساني ونواجب التنفيذ دون مفاوضات ما سنذهب للتفاوض عليه هو عنوان عريض إذا فتح أي موضوع سواه فلن تكون هناك مفاوضات هيئة حكم انتقالي قبلنا بأن نشارك شخصيات من النظام في الحكم القادم لأننا نعتبر أن الجميع سوريين الجميع سوريون ونريد أن نتعامل معهم عدى المجرمين المجرمون لا يمكن أن نتعامل معهم وعليهم أن يرحلوا وإلا فسيبقى الدم شلالا ينزفوا في سوريا وسيكون تهديدا كبيرا لكل المنطقة وما يتحدثون عنه من فدرالية ومن تقسيم هذه بالونات اختبار انفجارها قاس لأن مساحة الانفجار لن تكون في سوريا وحدها ستكون في لبنان ستكون في تركيا وستكون في المنطقة كلها وبالا على الجميع وهذه الخطورة من مناقشة الانتخابات كما وصفت الآن هذا التحييد الأنظار عن الوضع الرئيسي فيما يتعلق بهيئة الحكم الانتقالية خطورته في هذه المفاوضات لن تذهبوا يعني لنفرض أننا ذهبنا وهذا احتمال وارد يعني أنا لن أصادر الرأي العام للهيئة العليا للمفاوضات نحن لم ندرس بعد يعني لم نلتقي في هذا الأسبوع في الرياض ولكن ربما تكون لنا خلال يومين قادمين لقاءات لتقييم الموقف ولدراسة ما الذي يحدث وأيضا علينا أن نصي بإمعان لكل الآراء التي حولنا لأننا لا نعيش في بيئة منفردة أو بالأحرى لا نعيش في صحراء خالية نريد أن نسمع رأي الأصدقاء الذين نثق بهم والذين هم شكلوا هذه المسيرة للحل السياسي إن لم يكن الأنوان دراسة هيئة حكم انتقالي فلا جدوى ذهبنا أم لم نذهب طب هل هذا سيسهل من ما حضرت منه الآن من فدرالية سوريا لأن الكل يقول أنه إذا تعثرت المحادثات ربما سيكون هذا الحل الأمثل نعم ولكن نحن سنناقش موضوع الفدرالية أو عدم الفدرالية عندما نكون قد وصلنا إلى جمعية أسيسية وفيها دستور هذه قضية سابقة لأوانها الآن أن تدرس ربما يريد بعض الأكراد فرضها بالقوة أو في استغلال الموقف الراهن وبالطبع هم يتجاهلون مسألة أن الفدرالية التي مضت إليها الدول جاءت حلا للتقسيم السابق وليست حلا للوحدة الوطنية يعني عادة مثلا في ألمانيا أو حتى في سويسرا نفسها جاءت الفدراليات بعد مرحلة التقسيم التي عاشتها تلك البلدان وانتقالها إلى الكون فدرالية ثم تحسن الظرف فصارت فدرالية أما نحن نأتي من الوحدة الوطنية المتينة والقوية لنمشي في الاتجاه المعاكس ونذهب إلى الفدرالية وربما بعدها إلى الكون فدرالية وبعدها إلى التقسيم والدويلات هذا تشويه للتاريخ ولمعنى الفدرالية نحن قلنا أكثر من مرة إننا لا نمانع على الإطلاق من تعميق لا مركزية في الحكم لا نمانع من تعميق تجربة الإدارة المحلية وأن نسميها إدارة محلية بعيدا عن كلمة فدرالية أو سواها هذا أمر يدرس في المرحلة الانتقالية يدرس بعد أن نصل إلى جمعية تأسيسية تضع دستورا أما أن نختلف عليه الآن فهذا يعني أن هناك رغبة في القفز السريع كبديل من المفاوضات كبديل لها أن يقفز إلى تقسيم بحسب الوضع الراهن وهذا ما لا يمكن أن يحدث ودونه دمى كثير شكرا جزيلا لك دكتور رياض نعسان أغا وزير الإعلام السورية السابق وزير الثقافة السابق والمتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية شكرا جزيلا لك شكرا لك شكرا